تعالوا بقى نروح لبصوا بقى موضوع وفاة الفنانة الشابة غنوة في حادة سير فنانة غنوة أخت أنغام أخذ طبعا الحقيقة كان صدمة لناس كتير جدا وناس كتير قوي اتكلمت في الموضوع وكلمت كلام مش صح وقالت كلام مش حقيقي غنوة ربنا يرحمها فنانة شابة كانت لسه مبتدأ هي شقيقة الفنانة أنغام وطبعا أنغام يمكن تم توضيح من والدة الفنانة غنوة أن أنغام كانت موجودة بالفعل وأعلنت حداد حتى هي مش هتشتغل لمدة الشهر اللي جاي على طبعا وفاة شقيقتها أو أختها هي أختها من الأب وأن أنغام ما كانش يعني فيه المشاكل الكبيرة أوي يمكن ما كانوش بيتكلمه أوي وفقا لكلام سيدة والدة غنوة بس ما كانش فيه أي مشاكل وما كانش فيه حاجات اللي تكلمنا فيها دي جماعة أو الناس كلمت فيها على الفيسبوك لو سمحتم بلاش نعمل كده غنوة ربنا يرحمها توفت من قبل عدة أيام في حادث سير وفجر الحقيقة الشاعر الغنائي مينا مجدي مفاجأة تخص الفنانة الراحلة غنوة شقيقة الفنانة أنغام وأكد أن غنوة كانت بتطلب منه كتابة أغنية جديدة عشان تكون بمثابة مبادرة صلح منها لأختها أنغام غنوة وأنغام كانوا بيختلفوا زي أي أختين ما بيختلفوا دي حاجة عادية جدا وإحنا يمكن الناس كانت واخدى الموضوع بشكل كبير أو بشكل يعني مش مهني وأنا هقول لكم كده يعني يمكن غنوة الله يرحمها كانت نوية أن هي تغني الأغنية دي لأنغام أختها كانت بتقول الأغنية بالضبط وحشان يا أختي جدا وحشتني الزكريات مهما الأيام خدتنا عمري من صلفات في بيننا حاجات كتيرة وانت يا أختي الكبيرة عندي ست البنات كلمات دي جزء صغير من أغنية اتكتبت مخصوص بناء على طلب شخصي من غنوة وهي صديقة للشاعر مينا مجدي غنوة محمد علي سليمان وهو كتبها علشان هي تغنيها وتعملها مفاجأة لأختها أنغام ربنا يرحمها وربنا طبعا يعني يتولها برحمته ويصبر أنغام ويصبر مامة غنوة ويصبر أهل غنوة ويصبر كمان ابنها ابن غنوة الطفل الصغير ده بس كان لازم أن احنا نتكلم في الموضوع ده لأنه برضو أخد كلام مش ظريف من بعض الناس وحرام أن احنا نتكلم في حاجة زي كده ترجمة نانسي قنقر